الاتيكيت اداب التعامل مع الاخرين تخيلهم الحقيقة كلمة ايتيكيت كلمة فرنسية واصلها الدعوة يعني بطاقة الدعوة في العصر الحديث جم لقوا ان لو هم عملوا فرح او عملوا مؤتمر او اي حاجة ممكن يجي اي حد وبالتالي يبوز الدنيا ممكن يبقى الموضوع خرج من ايديهم فعملوا حاجة اسمها بطاقة الدعوة بطاقة الدعوة دي علشان يبقى فيها رايحة الحد معين بمواصفات معينة عشان يحضر يعني مؤتمر ندوة ايا كانت دي الفكرة كانت من قصة الايتيكيت لكن الحقيقة انا وانا هكلمكم النهاردة على الايتيكيت هكلمكم على الاصول الفنية والمهارية للايتيكيت وهو المقصود بيها الادب الرفيع في التعامل مع الاخرين الحقيقة الموضوع دوت موضوع خطير جدا وبقول لكم خطير جدا ليه لان اسلوب الناس في الحياة سواء في اي مكان على فكرة يعني في البيت في الشارع في العمل في الزيارات في اي مكان في الدنيا عاديين نتأكد اذا كان شعب معين متحضر ولا متخلف عاديين نشوف اساسا ناس مؤدبة وكلمة مؤدبة كلمة عامة انما الحقيقة احنا ممكن نتأكد جدا من ان اي انسان في الدنيا متربي ولا لا لو هو عنده اداب اللي احنا بنتكلم عليها اداب الاتيكيت سؤال مهم جدا بيطرح نفسه هل احنا بنتولد واحنا عندنا الاتيكيت لا طبعا احنا بنتعلم الاتيكيت زي اي حاجة في الدنيا بنتعلمها اذا الاتيكيت هو الاسلوب الرفيع لتعليم ادب التعامل مع الاخرين طيب تعالوا بقى نبدأ حكايتنا مع بعض ونقول هل النهاردة الناس اتعلمت ايتيكيت مش عارف انتو لو هتعرفوا طيب بتعلمناها فين هل اتعلمناها من ماما وبابا جوا البيت من وحنا الصغيرين هل لما روحنا المدرسة علموهلنا في المدرسة مش عارف انتو اللي تجاوبوا طيب لو الانسان ما تعلمش الاصول والاداب ديت وهي الحقيقة تمثل 90% من التربية اذا النتيجة ايه بقى النتيجة ان لو محدش يتعلم ده هيطلع من غير ما يكون طيب تعالوا نشوف بقى البداية تبدأ ازاي الحقيقة عشان نتأكد برضو من القصة دي ونبقى وثقين من اللي احنا منقوله هقولكم على حاجة مهمة جدا لدينا تاخدوا بالكم منها معايا اللي هي ايه اولا ان الاتيكيت والبروتوكول ما ينفعش ان احنا ناخدهم في كورس زي الناس ما بتعمل امال ايه بقى لا اولا وقبل برضو ما ابدأ معاكم وفصر حاجات معينة ضروري جدا افرق لكم ما بين البروتوكول والاتيكيت لان اللفظين دول مرتبطين ببعض ولكن بكل اسف فيه اختلاط ما بينهم الاتيكيت زي ما قلت لكم هو ادب التعامل مع الاخرين ومع اسلوب معين الانسان بيتعلمه وكمان لازم يولد حاجة اسمها القناعة من واحدة صغيرين طيب انما البروتوكول هي الاجراءات اللي الانسان في وقت معين بطريقة معينة بيتعلمها علشان يقدر يتعامل في العمل او جا ما بيقوله الدبلوماسيين والرجال السياسة والاعلام وغيره بيبقى اسلوب معين في الاستقبال في المراسم زي ما انت بتشوفوا كده الرؤساء لما يتعاملوا ازاي ده اسمه بروتوكول ترجمة نانسي قنقر